كشفت مفوضية حقوق الإنسان في محافظة ديالا وجود أربعة ألاف معتقل وثلاثة ألاف مفقود في تلك المحافظة مبينا أن تلك الأعداد غير دقيقة بسبب عدم تسجيل المفقودين والمغيبين من قبل ذويهم بينما أكد أعضاء بمجلس المحافظة وجود أعداد كبيرة من المفقودين مطالبين بتشكيل لجان متخصصة لحصر أعداد المغيبين من خلال رصدنا الميداني وجدنا أن عدد المفقودين أو النسبة التقريبية من 2000 إلى 3000 مفقود في محافظة ديالا ما وصلنا من طلبات أو شكاوي لمكتب حقوق الإنسان عن أشخاص اختفاء قصري 18 شكوى أضافة لذلك يعني لو نجي لعدد الموقوفين ذلك عدد الموقوفين هو في ارتفاع وفي انخفاض تبعا لحالة التسفير وأطلاق الصراح هناك ما يقارب 4000 موقوف في محافظة ديالا لكن هذا العدد قابل للزيادة وقابل للنقصان يوميا أعداد كبيرة العدد غير معلوم لكن أعداد كبيرة لحد الآن لم يتخذ إجراء في هذا الموضوع من قبل محافظة ديالا مع العلم توجد لجنة حقوق الإنسان في مجلس المحافظة ومكتب حقوق الإنسان ولكن اليوم للأسف لم يتخذ إجراء وطالب بأن يكون أسوة في محافظة صلاح الدين والأنبار تشكلت لجنة كبيرة لغرض جرد هذه الأعداد ورفع أسماءهم للحكومة المركزية حتى يتخذ بهم قرار سواء يشملون بحقوق الشهداء أو المتوفين أو المفقودين